من الزميل عزيز محمد توفيق للزميلة روزان نصر ولقاء هام مع صاحب الأربع ثلاثيات طبعا كابتن إيهاب أمين وطبعا يعني صنع فارق كبير جدا في تحديدا الكوارتر الرابع تفضل يا روزان من جديد برحب بيكي مريم وبرحب بضيوفك طبعا الكرام نجوم الاستوديو التحليل وبرحب كل مشاهدين ومشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان ألف مبروك للنادي الأهلي أداء طبعا قوي ومميز جدا في هذه اللحظات معي نجم طبعا المباراة ونجم يعني فريق سلة رجال كابتن إيهاب أمين طبعا برحب بيك على شاشة قناة الأهلي في البداية ألف مبروك أقولي بقى النهاردة أكلمني عن استعداداتكم طبعا قبل مواجهة التانية أمام المصرية للإتصالات الله يبقى يكفيكي طبعا الحمد لله على الفوز يمكن ما لعبناش زي ما كنا عايزين نلعب بالذات في أول شوتين تقريبا أداءنا الدفاعية ما كانش أحسن حاجة عملنا ماتش كبير مبارا الحمد لله ودرنا فوز بفارك كبير النهاردة مستوى ما كانش يعني اللحنا كنا مستنينه عندنا ماتش كمان ثلاثة أيام فإن شاء الله يومين الجايين هتمرن ونقدر نعمل ماتش أحسن ماتش جيم تري كابتن خليني عرف منك دايما كده أكيد يعني مدرب بيبقى لي تعليمات مختلفة أي أبرز التعليمات يعني قبل كل مباراة يمكن في رئيس مساعدة صلاة بالذات يمكن عندهم محترف من أحسن محترفين في الدورة أعتقد سبانسر فطبعا معظم التعليمات الدفاعية بتاعتنا طبعا نركز إن إحنا نعمل دفاعات عليه وطبعا حمد العيب مهمة جدا عندهم برضو كنا مركزين عليه شوية بس يمكن نهاردة فيه لعيبة تانية هي اللي كانت مؤسرة وده الأسر يعني في نتكت المباراة شوية فمحتاجين نركز مع لعيبة تانية في جيم تري زي ما قلت كابتن إحب يعني بشكرك جدا ونورتنا أكيد شكرا بالتوفيق ألف مبروك مريم دا كان لقائنا أكيد مع كابتن إحب يعني بشكرك وعود لكي مرة تانية للستوديو شكرا جزيلا روزان ناصر